موسيقى كانت مناسبة اليوم في العرض اللي قدمت سيارة الرئيس الجمهورية على المشاركة متاعنا مشاركة تونس بتكليف منه في قيادة الوفد التونسي لشارك في الدولة 33 لقمة الرؤساء والدول الحكومات اللي انعقدت مؤخرا منذ يومين في أديس أبيبا وقدمنا رسالة رئيسة السيد الرئيس الجمهورية للقادة والأفارقة خاصة فيما يتعلق بمحور هذه السنة اللي كما تعرفوا اسكات البناتق سنة 2020 لفسح المجال للتنمية والبناء في أفريقيا اليوم المسائل المتعلقة بالبؤر النزاع والاقتتال مع الأسف في أفريقيا لا تزال مفتوحة وفي الجوار التونسي كما تعرفوا ثم مسألة هامة هي مسألة الأزمة الليبية وتم أيضا التأكيد على الرسالة التونسية فيما تعلق بهذه الأزمة وهي بطبيعة حال تنبني على البحث على الحل السلمي الذي ينبذ الحلول العسكرية ويحاول أن يدمش كل الأشقاء الليبينين في العملية السياسية كما تعرفوا أيضا تونس ستشارك يوم 16 فيفري في اجتماعات التي ستتناول بالخصوص متابعة مؤتمر ومخرجات مؤتمر برلين وأنها بحاول الله بش نشارك فيه ثم عديد من النقاط اللي تم خلال القمة التأكيد عليها ولكن فرصة أن نقول أن تونس تحصلت بإجماع كل البلدان الإفريقية على احتضان سنة 2022 على تيكاد ثمنية وهو أكبر منتدى اقتصادي وتنموي بين اليابان والبلدان الإفريقية وهذا لثاني مرة في تاريخ المنتدى هذا يحدث في بلد إفريقي كان في 2016 في نيروبي و2022 بشيكون خارج اليابان وسهل تحتضنوا تونس حصلنا أيضا على احتضان مركز الامتياز للأسواق الشاملة أو المندمجة وهذا أيضا يدخل في مسار انخراط تونس في المنطقة التبادل الحر الإفريقية مرة أخرى أكد تونس أنها ماضية في العمل في اتجاه تقوية العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية في الفضاءات والتجمعات التجارية والاقتصادية في إفريقيا على هامش هذا المؤتمر تم أيضا تسليم وثائق التصديق تونس على الاتفاقية الإفريقية لمنهضة ومكافحة الفساد مرة أخرى تحبت برهن تونس أنها ماضية في مسألة مكافحة الفساد وهذا أحد المحاور الأساسية ركز عليها سيادة الرئيس الجمهورية في برنامجه واللي سنمضي فيه إن شاء الله معا ثم فما مناسبة نذكره ربما ببعض الامتيازات التونسية تم خلال القمة إسناد جائزة إفريقيا للامتياز العلمي للأستاذ الدكتور الشادلي العبدالي وهو رئيس المركز الوطني للبحث العلمي ثم أيضا تحصلت وزارة الفلاحة على جائزة أخرى للامتياز الزراعي إذن كانت إجمال مشاركة موافقة فيها كثير من النجاحات وبطبيعة حالنا نطلع إلى تعزيز العلاقات متاعنا خاصة أيضا على المستوى الثنائي وكانت فرصة أن على هامش القمة تم إمضاء اتفاقية خدمات جوية مع رواندا وهذا داخل أيضا في النظرة الاستراتيجية لتونس في ربط الصلح بكامل البلدان الإفريقية من خلال الاتفاقيات التي تتعلق بالنقل الجوي وهي التي تكون في نتاق تشبيك العلاقات الاقتصادية والتجارية ملاحظة فيما تعلق بمسألة مشروع القرار التي تعلق بالقضية الفلسطينية على مجلس الأمن وما حف به ربما من تأويلات وتعليقات نحب أن نقول أن مشروع القرار هو الآن تم بطلب من الأخوة الفلسطينيين سحبه لمزيد التشاور حوله وتونس ماضية بطبيعة الحال في هذا المجال وفي هذا العمل التنسيقي وهذا على أساس ثواب تنتاحها هو أن القضية الفلسطينية تظل أولا وأخيرا في قلب وفي وجدان كل التونسيين وهي القضية المركزية للشعوب العربية ولكن أيضا في تونس وهذا سيادة الرئيس أكد على بطبيعة الحال التزامنا بثوابت هذه القضية حسب الشرعية والمرجعيات الدولية بطبيعة الحال نعرفوا الناس الكل فيما يتعلق بإنهاء مهام ما بعثنا دائم بالبحثة متاعنا الدائمة في نيويورك نعلم أن الدولة فوق الأشخاص ولكن بالضرورة أنه نبلغوا رسالة والسيادة الرئيس الجمهورية لكل الدبلوماسيين أينما كانوا وكل التواقم من البعثات متاعنا في الخارج هو يشدوا على يديهم ويشجحهم على موصلة العمل المتاعهم بكل اقتدار لأنه واثق في الكفاءة واثقهم أنه يقوموا بواجبهم كما تعلموه وكما تقتضيه المصالح العليا للبيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر